حياكم الله من جديد في الدرس السابق اعملنا وصول طلب سماحي الوصول الوكيشن الان اقدر اعمل امبلمت للكود الخاص بال لوكيشن اذا كيف اصل ال جي بي اس العملية سهلة جدا اذا دعنا نبدأ من هنا في عمل كلاسي خص بالوصول ال جي بي اس اذا نعرف كلاس وهذا الكلاس ايش اسميه ماي لوكيشن بهذا الشكل الليشنر لياش لانه انا سوف اعمل امبلمت لينترفيز يخصهم فإذا نقول ماي لوكيشن لسر هذا يعمل أمبلمت للوكيشن لسينار هذا الوكيشن لسينار انترفيس جهزتني بها الاندرويد حتى نصل لمعلومات الوكيشن إذا نفتح قوس وأغلق بهذا الشكل لو تر يقول لك هاي خطأ أنت تحتاج تعمل أنت طلب التعمل أمبلمت لهذا انترفيس اللي هو جزء من اندرويد لكن هذا بمجموعة ميثود لازم تعمل لهم أمبلمت إذا نضغط هنا أضغط طول وحدة أضغط أخير وحدة أقول لأمبلمت أعمل لي أمبلمت هذه راح تستدعى لما الجي بي اس يعمل لديسايبل الشخص يعمل ديسايبل بالهاتف هذه لما يعمل انابل بالجي بي اس هاي لما يتغير من انابل ديسايبل هذه لما يقرأ اللوكيشن إذا نحتاج أنه أخذ هذا اللوكيشن اللي دعنا أسميه في الوقت الحالي لوكيشن بهذا الشكل ما عرف ويش نسمى ليها P2 P0 لكن نسمي ليها لوكيشن فوكي كيف أقرأ اللوكيشن العملية سهلة جدا عرف هنا متغير خارج الكلاس أسميه لوكيشن وهذا اللوكيشن هو جزء من استانس إذا كلاس اسمه لوكيشن وكاينيشيال فاليو أسوي الانال لما يتم استدعى هذه الفاكشن بالكونستراكتر الخاص بها ايش أعمل؟ أعمل انيشيالايز لهذا اللوكيشن أعطيه معلومات صفر بما أنه هذا اللوكيشن الآن ما أقدر أصل له ليش؟ لأنه خارج كلاسي فأحتاج كلاسي أن يتحول إلى إنار حتى يقدر يصل لأي شيء خارجه إذن الآن يقدر يصل له إذن أقول له لوكيشن أعطيه ثلاث معلومات الأول ما هو اسم اللوكيشن لأنه ها يدال له تحتاج ثلاث معلومات الاسم اللوكيشن أسميه على سبيل المثال مي أوكي؟ المعلومة الثانية أحتاج أن أعطيها لهذا اللوكيشن أنه أقول له في أي لوكيشن فأقول له لونكيشن بهذا الشكل وأعطيه على سبيل المثال الصفر بداية واللوكيشن أعطيه لاتيشن بهذا الشكل أعطيه الصفر طبعا صفر الصفر لأنه فلوت يحتاج القيمة فصفر مت كافية هذا كأنيشال فاليو أما هو يقرأ الموجودة من الجي بي اس يعني اللوكيشن اللي هي هادي تساوينا لهذه اللوكيشن طبعا راح حصل عنده مشكلة بالتسميات هذا اسمه نفس اسم هذا فأوكي ممكن هذا نغيره مرة أخرى إلى P0 ممكن تباقي نفس الاسم P0 مجرد حتى تتجنب تسميات نفس التسميات الآن المفروض حل المشكلة ممكن تغير اسم هذا المتغير المفروض هذا يبقى نفسه أنا حسب وجهة نظري لكن هذا مو لوكيشن يسمي ماي لوكيشن ماي لوكيشن يعني حتى يكون واضح ماي لوكيشن وبوكيمون لوكيشن كل واحد عنده اسم إذن هذا ماي لوكيشن عصر له إذن خلاص هذا الكلاس راح يستدعى على طول يتحدث وعلى طول عنده قيمة اللوكيشن كلما تتحرك على الخريطة يأخذ اللوكيشن مارك ويأخذنا في هذا المتغير إذن في أول وفي النهاية هذا المتغير يكون عنده معلومات اللوكيشن مارك دائما لكن الآن هذا الكلاس يحتاج أن نعملها تشغيل يعني مايجلس خلاص نعوفها وخلاص انتهى نحتاج أن نشغله كيف نشغله؟ بالبداية نذهب هنا قلنا هنا يحتاج فأقول له كيفال لأعرف ماي لوكيشن يساوي أنه عني ونستانس من ماي لوكيشن لسنار ماي لوكيشن لسنار اللي هو هذا الكلاس اللي أنا عملته إذن أعمل لنستانس جيد من ذلك الكلاس الأمر الثاني أحتاج أنه عرف فد متغير يخص اللوكيشن مانيجر بهذا الشكل حتى يشغلي اللوكيشن لسنار أقول له يساوي أنه get عرف هذا شيء غريب قال لك get system service أطلب من system service اللي اسمها context لو ترى من يعرض ليها الآن أنتظر يعرض ليها context أختار هذه وقول لأأنتر حتى يعمل لها import وضع فارزة هو أقع dot أقول له location service وأقول له as location manager يعني أش الفكرة إحنا أريد أطلب location خاص للشخص أي service بالsystem أريد أن أصل لها رح أتشوف كثير في درس القالة أحتاج المانيجر وأحتاج اسم السيرفز أنا السيرفز عندي هذه هي وعندي instance من عدها هنا الآن حتى أشغل يجب أن أصل للمانيجر اللي يخصها فالمانيجر اللي يخصها هو موجود بالنظام اللي هو فحتى أصل لها قول له get system service اللي يسميها location service إذن هذا وصلي للمانيجر اللي يخصها location اللي أنا حولتها casting حولتها location manager بعد ما حولتها casting location manager الآن بكل بساطة أقول له هاي يا location manager شغلي هذا location إذن أقول لأ location manager هنا dot request بهذا الشكل request location updates أي شرسل له أي شيء location update أقول لأ location manager dot اطلب الجي بي اس طبعا كل كثير من خدمات ممكن أطلبها اطلب الجي بي اس وأطلبها على سمثال كل ثلاثة متر آآ كل ثلاثة منت وكل ثلاثة متر ثلاثة F بالفلوت راح ياخذها لأنه فلوت يحتاجها وأرسل له my location يعني اش معناته معناته أنا أنا يا system location أريدك كل ثلاثة متر وثلاثة منت أريدك تستدعي هذا الكلاس كل ما يتغير الـ location ما لثلاثة متر تستدعي هذا الكلاس وهذا بدورة راح يتنفذ هذا ورح يحدث لقيمة الـ location كل ثلاثة متر ثلاثة سكند يعني ما راح يستدعي أقل من ثلاثة متر ذات غير الـ location الخاص يمكن تضعي قيم هنا ممكن تكون ألف متر وغير انظروا يقول لك هناك خطأ وتحتاج لها permission missing لكن لا تهتم لأن نحن من أساسا هذه الميثود ما راح تشتغل إذا ما يمر على هذه الـ location manager لأن هاي يقول لك هاي أنت تحتاج هذه الـ permission تطلبها تحتاج rent time تحتاج أن تكتب بالكوة الطلب للـ permission هذه لكن أنا أساسا كاتب فما هتم إذا الآن خلاص أنا توقع 100 ما عندي أي مشكلة هذا الـ location manager راح يشتغل وعلى طول يحدث الـ location على طول أن الـ location هنا ينعرض ينخز بهذا المتغير الآن إذا أخذ هذه القيمة من هذه المتغير وأعرضها على الخريطة فأحتاج أعرض كلاس آخر جديد أعرض بالبيانات على الخريطة أيضا يكون inner class لأنه يحتاج يصل لبيانات خارجة فيقول inner class هذا يسمى my thread لأنه في هذه الحالة نستخدم thread يعني threading لأنه يتحدث الموقع وعلى أخذ القيمة المحدثة وأعرض ها فأيش يحتاج thread نعرف ثنين نعرف constructor هنا وأعرف وأستدع أيضا super constructor اللي هو super في هذا شكل constructor اللي يخص thread في الوقت الحالي ما عندي أي شي أضع في هذا super constructor مجرد فارغ راح أعمله to do لاحقا أضع له في code أقول to do to do set or hold location أو فهذا لاحقا نعمل للتحضير لكن إيش قلنا قلنا أنه هذه بها method نعمل لها اسمها run نحتاج أن نعمل له override فأقول له هاي الران اللي أعمل له override فهذه الران ستشتغل على طول وبما أنه تشتغل على طول أخذ location خاص بالشخص وأعرض أوكي ما أحتاج أذكر هذه كلمة super run مجرد آرض فكيف أعرض location خاص بالشخص على طول وبما أنه thread فأحتاج أنه استخدم while true يعني على طول أبد لتوقف دائما نشتغل فدائما رح يشتغل فدائما إيش أقول له أخذ لي location اللي هو هذا location وعرض لي على الخريطة أنا عندي معلومات الخريطة اللي هي هذه أوكي هذه معلومات أريد أعرض بيها إيش أريد أعرض بيها هذا location أوكي فقط أقول location هذا dot longitude hopefully وlocation dot latitude latitude طبعا كالعادة بهذا الشكل هو latitude ولا longitude أنا كتبتها بالعكس يعني أول برامتر لازم يمر latitude وثاني برامتر يمر longitude يعني بهذا الشكل latitude longitude إذن هذا وائل وعلى طول يقرأ ليها بسرعة وعلى طول يعرض لي location على الخريطة لكن أنا ما رد على طول يطلب ليها بسرعة بسرعة لأنه رح يستغرق كثير من الوقت فالمفروض أعمل thread dot sleep يعني مو على طول أطلب dot sleep يعني أطلبك كل واحد من لي ثاني حتى وقل ex اللي هو exception لكن هنا هنا عندنا thread وهذا thread يريد يوصل لهذه UI ما ممكن تصل UI من داخل thread ما ممكن فحتى تصل UI من داخل thread تحتاج حتى تدعي function اسمها run on UI thread لأن هذه لازم تنتبع عليها جيدا وإلا ما رح يشتغل الكود الخاص بك فتقول أوكي run on UI thread وتضع بي الكود اللي تريده الآن أي كود ينكتب ضمن هذه function ممكن تصل لـ UI ليش لأنه هذه الماب موجودة في UI يعني موجودة في main activity كواجه هنا thread ما على صلاح هيصل الواجه thread something في background فحتى يصل الواجه بأن يضع الكود في داخل هذه function مثل هذه لأن check location بعد ما اشغل location اشغلها فاقول لها VAL اللي هو my thread occult instance from my thread طبعا الأفضل أن هذا my thread يكون أول حرف capital ما عرف انا استخدمت small شكلي غلطت في يكون مفروض هنا my thread بهذا الشكل capital اتأكد حتى ما يخبصني هنا حتى الانستانس ما يخبصني ولان عندي thread وأقول thread dot start قد يعمل لي back قد يمشي للمرة الأولى لكن حتى اتجنب هذه العملية دعني اضع لك كل داخل try catch وأيضا هذا الماب اعملها clear قبل ما عرض الموقع لأنه راح كل شوية يعرض لموقع نفس الموقع راح يسبب لمشاكل كثير مواقع متكرعة على الذاكرة فيعمل كثير يضيف لك الموقع دعنا ننفذ ونرى على أمل أنه يقدر أن يعرض اللوكيشن الخاص على الخريطة هالرأي كيفية البروستس أول شي تضع البرميشن ثاني شي تكتب كلاس اللوكيشن ثالث شي تطلب المانجر حتى يشغل لك اللوكيشن بعدها هذا اللوكيشن تحتاج تقرأ قيمته تحتاج ثريت يقال قيمته وهذا هو كل المطلوب إذن أصبحنا قادرين على قراءة اللوكيشن وحرضها لما أضغط هنا اللي هي هذه الهصول للوكيشن أقدر أكتب أي لوكيشن هنا وأصل لذلك الموقع إذن الآن أعرض أنتظر ويعرض للخيطة بشكل طبيعي طبعا على آمن انظر أكسس لوكيشن فاين عرض لموقع ينظر عرض لموقع في هذا المكان في الخريطة اللي هو ما عرف شنور لو جد ضغطت هذا الموقع المفروض الآن أرض للموقع جيد لكن قال هناك خطأ لنرى ما هو الخطأ اللي هو ممكن مربي ككود يقول لي ماين اكتيفي كيتي يقول لي هنا هذا الكود يقول أنت جاء تطلب on location change sorry on status change to do أوكي هذا الكود لازم نزيله كله لأنه جاي سبب أنه مشاكل نتأكد كل هذا الكود الزيله أي شيء to do الزيله حتى ما يسبب لك مشاكل لأنه مو كود حقيقي أتكد أن الزيله حتى تتجنب هذه النوع من المشاكل فقط الـ content الخاص بالزيله مفروض on status change on location change ما كوية مشكلة أوكي نبدأ مرة أخرى ونشوف أنه قادر طبعا هنا لاجينا لا تديد معين وهو ينقني إلى ذلك الموقع وهذا شيء جدا رائع إنه ممكن أنتقل log last وبدون أي مشاكل إذا نتظر قليلا حتى هو يحمل location ويكون عندي جاهز طبعا رح ينقني إلى موقع ما يعرف هو شنو لأنه set 00 بالبداية هو معرف شو الموقع اللي لازم ينتقل بي لكن أنا الآن سنقل للموقع اللي نظر access location هذا نظر وضعني على 00 by default الآن أنا جاء قلت لأن قلني لهذا الموقع سان فرانسيسكو هذا الموقع إذا نظر شيء رائع نظر الآن أي رقم غير عزي مثال 12 رح نقل إلى موقع ثاني أين هو موقع أنا ثلاثة ينقل إلى موقع أنا وين أنا موجود ينقل إذن لو جربت تأخذ هذا التطبيق وتضعه في هاتفك وتسير أينما تسير ترى أنه هذا الشخص الماريو يسير معك على الخريطة إذن يعم شيء رائع حتى عملنا نتقل درس القادم ونعمل مزيد من الأمور